الخطوط الجوية اليمنية تعلن عدم موافقة التحالف على تسير رحلاتها من عدن ليومي السبت والأحد قرار فاجأ المئات من المسافرين ومعظمهم لدواع صحية وإنسانية ووضعهم أمام خيار الانتقال برا إلى مطار سيئون نقطة التشغير البديلة المتاحة في البلاد قرار كهذا يضيف معاناة جديدة إلى الشعب اليمني الذي يواجه أشكالا عديدة من الحصار والتضيق والحد من خيارات السفر إلى معظم دول العالم تقريبا الشركة أبدت في بلاغ صحفي أصرت الجمعة استغرابها الشديد من إلغاء أربع رحلات لها من عدن إلى كل من جدة والقاهرة والعكس رغم علم التحالف بوجود حالات إنسانية في هذه الرحلات مضاف إلى ذلك أن المسافرين سيضطرون إلى قطع مسافة تزيد عن 800 كم برا من عدن إلى سيئون خلال فترة زمنية تصل إلى أكثر من 11 ساعة البلغ الصحفي للخطوط الجوية اليمنية أفاد بأن مكتب الشركة في جدة أبلغ من قبل ما تسمى غرفة الإجلاء التابعة للتحالف بإلغاء الرحلات الأربع وأوضحت أنها ستضطر إلى تشغيل خطوطها الجوية من سيئون وستوفر وسائل نقل على نفقتها بما يتيح للمسافرين على متن خطوطها الجوية من الانتقال برا من عدن إلى سيئون والعكس ومن سيئون إلى كل من عدن وصنعاء وذلك للإفاء بوعودها تجاه عملائها وفي مواجهة الطلب المتزايد على سفر الحالات الإضطرارية الصحية والإنسانية وتلك التي لها علاقة بمتطلبات السفر الدارسين إلى الخارج وعودة البعض منهم إلى الوطن تتقلص فرص شركة الخطوط الجوية اليمنية في الحصول على إذن من التحالف برفع عدد الرحلات اليومية من خمس رحلات في اليوم إلى ثماني رحلات وزير النقل صالح الجبواني أثار قضية تقليص عدد الرحلات الخمس الممنوحة لليمنية ولشركة محلية أخرى لحساب الرحلات الخاصة التي تسيرها الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها وعدم منح شركة محلية جديدة رخص تشغيل رحلات لتغطية النقص الحاد في هذا المجال يأتي ذلك فيما تواصل الإمارات إغلاق مطار المكلة الذي يستخدم لأغراض أمنية من قبل القوات الأمنية التابعة لها كمعتقل للتعذيب في الوقت الذي خرج فيه مطاران رئيسيان في البلاد عن الجاهزية بسبب الأعمال القتالية